المناخ له ستندر معايير كده سبتة متوسط درجة الحرارة على مدينة القاهرة المفروض ان في شهر 7 اللي هيبتدي بعد يومين 3 تبقى 36 درجة تم لاقيها بقت 37 ده مش سنة سنتين 3 10 سنين اذا حدث تغير في المناخ ولذلك المنظمة العالمية للارصاد الجوية اللي هي بترقس جميع مرافق الارصاد في العالم وجدت ان من خلال الرصد الفعلي ان درجة حرارة الارض زادت في خلال 150 سنة درجة 1 من 10 درجة مقوية يعني 1 من 10 درجة مقوية الله ده كان ليه اثار؟ اطبعا ايه اثاره؟ اثاره على جميع مناح الحياة طيب لازم نعرف اولا اسبابه ليه؟ واثاره ايه؟ اسبابه ظاهرة الاحتباس الحراري طيب ايه ظاهرة الاحتباس الحراري؟ عشان برضو السادة المشاهدين المتابعين يعرف ظاهرة الاحتباس الحراري يعني فيه زيادة في نسب غازات الكاربون في نسب غازات الميثان الايزون ولذلك كان من فترة كده يقولك ده فيه سقب في الايزون هو سقب الايزون ده موجود؟ فيه سقب في الايزون؟ الايزون دي طبقة في الغلاف الجوي سمكها 7 سنطي لها القدرة على الاحتفاظ بدرجة الحرارة وبالتالي لما بتحتفظ بدرجة الحرارة بتسخن الطبقة تحت سطح الارض الكون ده كله فيه طبقة 7 سنطي بس؟ ده دي طبقة اسمها طبقة الايزون بتزداد لعشر سنطي وأحياناً عشرين سنطي وبتنخفض إلى السبع سنطي لها متوسط طب زيادتها معناها إيه تسمح بنفاذ أشعة الشمس هو لو لا الغلاف الجوي ده كنا احنا نعيش في درجة حرارة أربعين ودرجة حرارة في الشتاء تبايت حاجات أعلى بقى بكتير الغلاف الجوي بينظم درجات الحرارة اللي جاء من أشعة الشمس وبالتالي بيوزع مناطق بردة يروح لها أشعة شمس مناطق سخنة بيرح لها انخفاض في درجة الحرارة فتوزيع نسب بخار الماء دي من أهمية الغلاف الجوي وتوزيع الأشعة الشمسية في نوع من الأشعة الشمسية اسمه الأشعة الفوق منفسجية هذا النوع من الأشعة إذا سقط على جسم ذات كان في زيادة عمل سلطنات ولذلك المريض ما بيجي يدوله بيقوله احنا نديك إشعاع نسب إشعاع ده بنسب ماقدرش يتجاوز النسب هديك مثلا خمسة مايكرون عشر مايكرون لو اداله عشرين يموت المريض ولذلك إذا زادت نسب غاد نسب الأشعة الفوق منفسجية وده هتزيد ليه الخلل اللي بيحصل في طبقة الإزرون يعني ربنا خلقها بنسبة معينة حماية للكون وللبشر لكن الخلل ده بيحصل بسببنا إحنا ولذلك هي مفيدة وضرة مفيدة ليه احنا لازم نتعلم من الغرب والأجانب الحاجات الصح تلاقي الأجانب دايما يطلع بعد فروق الشمس ويطلع يوعد في الشمس يكتسب أشعة الفوق منفسجية سوى هناك مشتاء للشمس لا مش على مشتاء هو عارف قيمة أشعة الشمس الفوق منفسجية في هذه الفترة الزمنية اللي هي بعد شروق الشمس اللي مد لغاية الساعة عشر بصده هو عارف قيمتها لأنه مفتقدها بالزبط احنا عندنا عشان عندنا الشمس كل يوم مش حاسين بقيمة لا هو بتعمل بناء لعظم الجسم صحيح هي لم يجي حتى طفل يقول له بتاقعدوا في الشمس بعد شروق الشمس أقعدوا فبياخد أفضل ما يكون من الأشعة الشمسية من الصبح لغاية عشرة لغاية عشرة حدث في طبقة الإيزون ده سببه إيه سببه أن غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان والأودون كل الغازات دي بتأثر في طبقة الإيزون فبتزود الأشعة الشمسية فبترتفع درجة حرارة الأرض دي حاجة في حاجة تانية آه حرق الغابات الغابات دي الرئة اللي بتتنفذ بها في العالم حاجة تالتة يعني احنا الأراضي الزراعية اللي قضينا عليها واستبدلناها بمباني سكنية أنا بشكر الحكومة من ساعة مصادر قرار بمنع أو تجريم البناء على الأراضي الزراعية عاوزين نمسطح أخضر عاوزين نتنفس إكسوجين صح عاوزين نقلل نسبة عوادم السيارات المرور النهاردة السيارات كان زمان تمشي السيارة ويتجدد لها وهي عوادم سيارات غاز رصاص طالع منها ودلوقتي بقى فيه الإحلال عشان العربيات دي بقى فيه تحديد لنسبة المباني تكون على قد إيه أرض ولازم يبقى فيه أصادها مساحة خضرة بالضبط يا أستاذة هيبة دي المشاريع اللي الحكومة بتقول بيها وهنتكلم بقى عن مؤتمرات الدولية الكلام ده مش في مصر بس كان عن مستوى العالم ولذلك عقدت مؤتمرات دولية عديدة بدايتها بدأ في 1994 في مؤتمر كيوتو في اليابان ثم أكبر مؤتمر انعقد في عام 2015 اسمه مؤتمر الأرض في باريس اللي حضروا السيد رئيس الجمهورية رئيس عفتاح السيسي ورئيسات 149 دولة على رأسهم رئيس ترامب رئيس الولايات التحدة الأمريكية ولكن الدول الصناعية الكبرى لها نظرة اقتصادية ومصالح عسكرية وسياسية واقتصادية غير نحن هو عاوز يعمل تنمية للشعب بتاعه التنمية دي على حساب إيه ما تفرقش المهم فيه تنمية عنده فالتنمية دي مصدرة ليه نحن غاذات احتباس حراري ولذلك هم أمريكا والصين واليابان وروسيا الدول الصناعية الكبرية عندها لديها من المصانع بصدر انبعاثات كربونية قرابة التسعين في المية من الانباس العالم